جاء هذا الوفد الكوري الذي استقبلته أمينة الدولة بالخارجية والتكامل الإفريقي حسن إيزابيل كاسيري بقيادة رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي شان وانكسام مبعوث الرئاسة الكورية وخلال أكثر من ساعة ناقشت المقابلة العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلد وانتهز شان وانكسام الفرصة لمناشدة الحكومة تشاليا عبر وزارة الخارجية لدعم ترشيه جمهورية كوريا لاستضافة المعرض الدولي العام الذي يقام عام 2030 هذا أن الوكالة الكورية للتعاون الدولي تعمل على المساعدة للهد من الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية وأن هذه المقابلة تعزز أوجه التعاون بين البلاد والوكالة في هذا المجال